راحوا بعودة بعض الأنشطة التجارية تزامن مع توسيع إجراءات الحجر الصحي لعموم البلاد بعد تسجيل المزيد من الإصابات بكورونا والوفيات أيضا إذا محابين يتخلصهم هذا الفيروس لازم يغلقوها 24 ساعة إلى 24 ساعة والخروج إلا للضرورة زواولا ما عنده لي عنده خمس دراري وش يدري أخوه؟ ما يخرج يعرف ما شغل الكورونا يخرج ونحن نقول إن شاء الله سيرفد علينا ربي هذا الواباء اقترب موعد حضر التجوال ولم يجد نور الدين منزلا يأوي إليه رفقة عائلته سوى سلالم هذه العمارة هذا مدى بنا مأوى لم فيها عائلتي وتخبأوا من هذا الدنيا الواباء هذا والدنيا اللي رأيه ووقعه هو واحد يسترحه تسدل حريمه هذا السطار أمام المرة علّه يقيها وعائلتها خطر انتشار الفيروس إلى حين المنزل ديالي قعرها وبرك فاش نعقم كل ما يدخل واحد نرح نعقم مورا نعقم الآتات نعقم القش نعقم نعقم التلاجة نعقم ما نقدرش تمديد ساعات الحجر تسبب في اكتظاظ الشوارع خلال الساعات الأولى من الصباح الساعة تشير إلى الثالثة زوالا توقيت بداية حظر التجوال في الجزائر العاصمة المحال مغلقة والساحة فارغة ودورية لقوات الأمن تسهر على تطبيق إجراءات الحجر السحي مشهد سيستمر إلى غاية الساعة السابعة من صباح يوم الغد فريد رشدي الحدث الجزائر